خلونا نروح للعبة الاتحاد المصري للكاراتي أعلن عن استعدادات مصر لاستضافة بطولة الـ Premier League الدولية في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر المقبل المرة الأولى بعد حصول مصر على الموافقة الدولية الاستعدادات بتتم على قدم وساق لاستضافة واحدة من أقوى البطولات الدولية عن طريق التنسيق ما بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية لمراجعة كل التفاصيل الخاصة بالتنظيم والعمل على خروجها في أفضل صورة ممكنة طبعاً كعادة مصر في تنظيم البطولات الكبرى بطولة البرامة مليك طبعاً بطولة كبيرة جداً والاتحاد الدولي بيعتبرها زيها زي بطولة العالم ويوجد أكبر عدد دول فيها على الأقل بيجي 60 دولة موجودة فيها من دول العالم والبطولة البرامة مليك لوها الدور العالمي ده بيكون أكبر نشاط للاتحاد الدولي على أساس أن هم بيكونوا اللاعبين المصنفين من واحد الحدمية على مستوى العالم وليس أي لعب من حق أنه يشترك إلا إذا كان مصنف وليه رينك في الاتحاد الدولي لقد قمنا باختيار مصر لاستضافة هذه البطولة العالمية لأن الاتحاد المصري الكراتي واحد من أقل اتحادات الموجودة وقد وضعنا بروتوكولاً للتعاون في البطولة في ظل فيروس كورونا وتحدثت مع أحد أعضاء اللجنة الطبية بشأن حركة الوفود المشاركة وأماكن الإقامة ومتأكد أن كل شيء سيكون آمن للغاية في المشاركة اشتركوا في القناة